التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرنتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شددت مصر على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسؤولين رفيع المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة وحضرت مصر في بيانا لوزارة الخارجية من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء وطلبت بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية وأكدة على أنها سوف تواصل اتصالاتها وتحركتها مع مختلف الأطراف من أجل التواصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنفاذ تهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين دعاية القوى الدولية المؤثرة إلى تكتيف للضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة وأفاد شهود عيان بأن القصف الذي تزامن مع اشتباكات عنيفة استهدفت العديد من المنازل ما أسفر عن استشهاد أكثر من مئة فلسطينية وإصابة المئات من بينهم أطفال ونساء ونتيجة القصف العنيفة نزح عشرات الفلسطينيين إلى المستشفى الكويتية برفح الفلسطينية من جانبه أعلن الاحتلال الإسرائيلي تحرير محتجزين إسرائيليين خلال عملية في رفح الليلة الماضية أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو في اتصال هاتفي أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية يجب أن لا تنضي قدما دون خطة لضمان سلامة مليون فلسطيني يلذون بها ودعا بايدن إلى اتخاذ خطوات عاجلة ومحددة لزيادة المساعدة الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين مشددا على ضرورة الاستفادة من التقدم المحرز في المفاوضات لتأمين إطلاق صراح جميع المحتجزين في أقرب وقت ممكن كما أكد في الوقت نفسه أن هزيمة حماس وضمان الأمن الطويل الأمد لإسرائيل هدف مشترك أعلنت تهيئة البث الإسرائيلية تعرض جنود إسرائيليين لكمين كبير بخان يونس جنوب قطاع غزة وأوضحت الهيئة أن هناك عملية إجلاء لجنود قتلة تم استهدافهم خلال الكمينة وشيرة إلى أن الجيش يعاني من وضع صعب في خان يونس من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل عسكريين اثنين في المعارك بجنوب قطاع غزة قال المتحدث باسم الجيش العراقي اللوائح يا رسول إن العراق والولايات المتحدة أجري محادثات من أجل صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي في العراق وبدأت المحادثات في يناير الماضي لكن بعد أقل من 24 ساعة قتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بالأردن قالت واشنطن إن جماعات متشددة في سوريا والعراق هي من نفذت وللولايات المتحدة 2500 جندي في العراق يقدمون المشورة المساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم الإرهابية أكد رئيس مجلس السيادة في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة السودانية تتقدم في كل المحاور أمام قوات الدعم السريع وخلال تفقده قوات الجيش بالولايات الشمالية قال البرهان إن الانتصار على قوات الدعم السريع بات قريبا وأنهم سيحسبون جراء ما فعلوه بسودان في الوقت نفسه اتهم البرهان قوات الدعم السريع بتحريد القبائل والمواطنين لقتال القوات المسلحة والشعب السودانية انطلقت في دبي القمة العالمية للحكومة 2024 تحت شعار استشراف حكومات المستقبل والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام ويشارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في القمة إلى جانبي أكثر من 24 رئيس دولة وحكومة و120 وفدا حكوميا بالإضافة إلى أكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية إضافة إلى نخبتنا من قادة الفكر والخبراء العالميين وبحضور أكثر من 4000 مشائك لا تبالي بالرسوم أو الخطوط للسلام البشر على الخارطة ولا ألوان سياساتنا ولا حجم اقتصاداتنا ورياضيا ناتوي كان منتخب كوتيفار بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزيه على منتخب ناجيريا بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي جامعتهما على ملعب الحسن وتارا في أبديغان كان منتخب ناجيريا البادئ بالتسجيل في اللقاء في الدقيقة الثمانية والثلاثين من زمن الشوط الأول وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الإغباري في تحويل تأخره إلى انتصار ثمين بإحرازه هدفين في الدقيقة الثانية والستين والدقيقة الحادية والثمانين مشاهدين انتهى مجزء التساع ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل